وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعدة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن قرار إطلاق حزمة من المبادرات لتطوير سياسة تصريح العمل المرن ستساهم بتطوير سوق العمل القصد كله بأن الحكومة تؤكد انفتاحها وتجاوبها مع أي ملاحظات أو سلبيات قد تظهرها التجربة سواء كان من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من قبل الأخوة ممثل السلطة التشريعية مجلسي الشورى والنواب في الحقيقة تم دراسة كافة تلك الملاحظات واتخاذ قرارات أعلن عنها يوم أمس من قبل المجلس الموقر تعزز الإيجابيات وتعالج بعض السلبيات التي حدثت وكما ذكرت في التقرير التفطيلي موضوع تنظيم العمالة غير النظامية سوف يستمر وسوف تستمر إجراءات الحكومة لضمان سلامة السوق وابعاد عن أي تشوهات أو مخالفات أو تجاوزات في الوقت نفسه سوف نعزز الإيجابيات بجعل التصريح المرن لا يسمح لمن يحصل عليه بمنافسة العمال الوطنية في الأعمال التخصصية والأعمال المطلوبة ولن ينافس أصحاب العمل في الحصول على سجلات تجارية أو مزاولة أعمال قد تشكل منافسة أو إضرار لمصالحهم بعد موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الإسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تصريح العمل المرن فقد جاء إجراءات تطوير تصريح العمل المرن مواصلة لجهود تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن هذه الإجراءات تأتي بهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بالصورة الأمثل لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية فالتطوير اليوم سيسهم بصورة واضحة في تطوير أنظمة سوق العمل وتعزز فرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف وكذلك للحفاظ على حقوق العمالة ومنع استقلالهم وقد تمت الموافقة بناء على مرئيات كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وقرفة تجارة وصناعة البحرين وفق الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة هذه الإجراءات شملت تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير نظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وعدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن وذلك خارج فترات السماح لتعديل أوضاع العمالة المخالفة كما يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال ستة أشهر من تاريخه بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً عن كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل وقرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة عشرين مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها بهدف تعزيز الجودة والتنافسية ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه بالإضافة إلى وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين